سيكون لزاماً على أصحاب المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة استعمال السكر الأبيض المعبأ في عبوات صغيرة بدلاً من سكر الأكياس الموجه للمستهلكين هذا القرار جاء ضمن تدابير المرسوم التنفيذية الذي وقعه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن المتضمن جملة من الإجراءات المتعلقة بالمادتين الأكثر طلباً وهي السكر والزيت وينص المرسوم على تعديل سقف سعر زيت المائدة عند الاستهلاك في قيمة 650 ديناراً لصفيحة 5 لتر كما حافظ التعديل الجديد على الأسعار القسوة السابقة لعبوات 2 لتر و1 لتر من زيت المائدة والسعر الأقصى للسكر الأبيض إلى جانب ذلك يدرج التعديل الأخير تغييرات على طريقة تعليب هتين المادتين حيث يلزم المرسوم بأن تكون كميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجه للمستهلكين ذات تغليف خاص يحمل بصفة مقرؤة ومرئية عبارة زيت غذائي مكرر عادي مدعم وسكر أبيض مدعم وكذا أسعار البيع القسوة وأسعار البيع الأقل من الأسعار القسوة المحددة مع إضافة شريط أحمر بعرض 5 سنتيمتر يتم وضعه أفقيا في الوجه العلوي من التغليف كما يحصر المرسوم التنفيذي كميات السكر الأبيض والزيت العادي الموجه للمصنعين والمهنيين في عبوات 10 كيلوغرام على الأقل بالنسبة للسكر و10 لتر على الأقل بالنسبة لمادة الزيت